اشتركوا في القناة هذا يوم الاحد ثماني ثلاث بالنسبة للقمر موجود بالاسد ورح ينتقل للعذراء هو موجود في منزلة الصرفة هاي المنزلة ممتازة للربح وبرضو للضرر وللخراب والاصلاح بين الشركاء وثبات الموظفين وحكينا ان القمر لما بيكون موجود في الاسد بيكون الناس من حولنا في هذه الفترة اكثر كرما مما اعتدنا عليه من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة تلفت انتباه الاخرين النا اما بالنسبة للزوايا هي اول زاوية رح تكون متشكلة رح تكون في ساعات الصباح هي الزاوية الوحيدة قبل خلوة المسار هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة ثمانية واثناشر دقيقة صباحا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع بعدها مباشرة بصير في خلوة المسار اللي رح يكون الساعة ثمانية واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية تمام الساعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة يعني بعد الظهر برضو بتوقيت جرينيش هذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار القمر في برج العذراء بصير بنتقل و باستقر الساعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة بتوقيت جرينيش بعد الظهر تأثير القمر علينا جميعا لما بكون موجود في برج العذراء منعود الان لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمارين الرياضية او البدء بحمية او الاقلاع عن شيء من العادة الضرة اللي احنا كنا نتعطاها مثل تدخين كحول شغلات مثلين وبتساعدنا برضو على الحفاظ على الوزن منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردي ولا شاردي دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بلعب دور هام منشعر انه الناس شحيحين او شحيحون في عطاؤهم المادي والعاطفي ممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض لا وجود لها يعني بصير في عنا نوع من انواع الوسواس هذه الفترة يعني ممتازة لاقتناء حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد بعدها مباشرة بساعات بسيطة بصير في عنا زاوية تقابل سلبية بين الشمس ونبتون هاي زاوية التقابل طبعا مدتها سبع ايام بعد التقابل هاد يعني ذروتها الها سبع ايام ورح تستمر كمان سبع ايام رح تكون هاي زاوية ساعة 12 و22 دقيقة بتوقيت جرينتش عصرا تجعل البعض يعيش في عالم وهمي او عالم اوهام من نسج خياله بعيد عن الواقع يعني بشك في الناس بيتخيل اشياء بيحلم اشياء مش مزبوطة بيصدق اللي هي شغلة الوسوسة في الامراض بيظل قلقان من اشياء يعني هاي اكثر الاشياء اللي بتركز عليهم طبعا فيه زاوية ثانية ولكن هاي زاوية ما رح نحكي عنها اليوم نحكي عنها بكرة بعد حلقة الغد لانه كل زاوية تقريبا بتيجي بعد ساعات الغد بالنسبة للقمر لما بكون موجود بالعذراء يعني هذا انه خلو المسار القادم رح يكون يوم عشر ثلاثة رح يكون في تمام الساعة ثمانية واثنين وثلاثين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة عشرة ودقيقتين ظهرا لا ينتقل بعد هالقمر لبرج الميزان طبعا فيه اشخاص بتسأل انه احنا كيف بنحسب خلو المسار خلو المسار بنحسب على حسب القمر الاسود موجود في اي درجة على حسب الزوايا ما بين القمر الاسود وما بين رأس التنين وذيل التنين بنحدد احنا الزوايا اللي ممكن ينحصر فيها خلو المسار بس عادة يعني مش الكل بحسب يدويا في جداول خاصة بتنزل من مواقع خاصة مثل موقع ناسا من نزل احنا الجداول للسنة كاملة منعرف خلو المسار فيها بس هي عملية الحساب هي مقترنة ما بين القمر وما بين القمر الاسود وما بين رأس التنين وما بين ذيل التنين هدولة هم اللي احنا من خلالهم نقدر نحدد فترات خلو المسار لها عملية حسابية يعني ومش سهلة انها تنشرح هي كيب دقيقتين لها لازم نعمل ورح اعمل حلقة عن طريقة الحساب لخلو المسار كيف بتكون بالنسبة لعمر القمر القمر شبه المكتمل يعني ما اكتمل بالكامل يعني بظل ناقص جزء عمره 14 يوم في تمام الساعة 2.16 دقيقة عصرا بصير عمره 15 يوم نسبة الاضاءة 95% اما بالنسبة الى مزاج الكواكب وطباعها خلال هذا النهار وتنقلاتها القادمة الشمس في الحوت حتى 23 المزاج منتزج القمر في الاسد حتى 83 المزاج سعيد عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم 10-3 مزاجه منتحس الزهرة في الثور حتى 34 المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى 33 المزاج سعيد المشتر في الجدي حتى 14-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى 22-3 المزاج سعيد اورانوس في الثور حتى 15 8 وبعدين ببدأ عملية التراجع ومزاجه سعيد نبتم في الحوت حتى 23 6 وبعدين ببدأ عملية التراجع ومزاجه سعيد وبلوتوف الجدي حتى 25 4 وبعدين ببدأ عملية التراجع ومزاجه سعيد طبعا اللي بيسأل عن البيوت ومعنى البيوت احنا عملنا حلقة هيها موجودة فوق هالسبتorry بتطلع في اعلى الصفحة على جهة اليسار بتقدر تكبس على الرابط وتعرف أنت إيش يعني البيوت أنا رح أحط لك رابطها وفي نهاية الحلقة برضو بعد ما تخلص الحلقة في القوائم بتلاقي أنه أنا رح أحط لك برضو للفيديو تبعها الرابط تبعها على أساس أنت توصل لها وإذا أنت مستعجل على الموضوع بتقدر تدخل أنت على القناة من خلال القناة بتدخل على دروس فلكية بتلاقي شرح للبيوت كاملة إيش هي وكل بيت إيش هو وبيأثر على إيش بالضبط وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يعني بتظل الأمور العاطفية شغالة معكم بشكل إيجابي والحضوض بتظلها دعميتك لغاية تقريبا ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بنتقل القمر للعذراء لخو بيت الصيحة لأيكم يعني في هاي الفترة بتراكم فيها العمل عندكم لأنه هذا بيت الصحة وبيت العمل بتراكم فيها العمل عندكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز كثير من الأعمال وممكن إنه يكون الفترة هاي فيها شوية بعض التعب الصحي أو بعض الاهتمامات الصحية أو المراجعات اللي إلها علاقة بالأطباء أو المستشفيات وفي منكم ممكن يدخل مستشفى أو يجري عملية في هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول فارغ تماما ما في أي شيء يعني لا بضغط عليكم سلبي ولا إيجابي بالنسبة للنفسية ولا الشخصية فأموركم هي على طبيعتها بالنسبة للبيت الثاني في فرص في ساعات الظهر بتلوح لمكسب مالي أو لدعم مالي خصوصا لللي بيشتغلوا في العمل الإضافي في منكم ممكن يحصل على هدية خلال هذا النهار بالنسبة للبيت الثالث في عندكم تنقلات اليوم واتصالات ولكن بتكون ديروا بالكم في ساعات ما بعد الظهر من الإنفعال أو من التوتر والعصبية ما يمكن يتخلى الحظ عنكم بطريقة الإقناع أو إقناع الأشخاص بوجهة نظركم أو بتوصلوا المعلومة بطريقة صحيحة فبتكون عصبيتكم في أوجها فعشان هيك بدكم تمسكوا أعصابكم اللي عنده امتحان في فترة الصباح بكون الحظ حليفه ولكن إذا كان في بعد الظهر بده ما يعتمد على الحظوظ بالعكس بده هو يتعب شوي ويقرأ ويستعد لإمتحانه أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه من ساعة الصباح في نوع من أنواع التوتر بصير خفيف مش كثير يعني لمدة ساعتين ثلاثة بدكم تمسكوا أعصابكم بصير في نوع من أنواع الاهتمام على أحد أفراد البيت فيه إشي إلو علاقة بتعاون مع أخ أو جار أو أحد أفراد البيت أو شيء عطل بصير في البيت أو إشي بلفت انتباهكم باتجاه البيت بالنسبة للبيت الخامس في نوع من أنواع التعامل رح يصير ما بينك وبين أحد الأبناء وممكن يكون نقاش حاد شوي في توصيل المعلومة بتكون تمسكوا أعصابكم اللي عندهم علاقات عاطفية بدهم ينتبهوا من حدية التعامل أو العصبية وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر أما بالنسبة للبيت السادس إحنا حكينا يعني الخامس والسادس حكيناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع في نوع من أنواع التفاهم ما بينك وبين الشركاء شركاء المال والعاطفي الأمور جيدة بتقدروا أنك تتفاهموا معاهم تطرحوا فكرة جديدة أو تتناقشوا بمشروع جديد أما بالنسبة للبيت الثامن فهو فارغ تماما لا حظ ولا سلبية موجودة فيه فأمور الأموال المشتركة هاي بتعتمد على طريق التعاملكم وحاسبتك أما بالنسبة للبيت التاسع برضو فارغ كمان يعني ما فيه أي شيء بدعم لا باتجاه الإيجابية ولا باتجاه السلبية ولكن أنا بقولكو اللي عنده امتحانات جامعية ما يعتمد على الحضوض نهائيا في هذا النهار بالعكس بده يعتمد على جهده أما بالنسبة للسفر والاتصالات والهي هاي الأمور على حسب طبيعة العمل تاعكم ما فيه أي مشاكل عليها أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه اليوم الأمور ضغطة برضو على بيت السمعة كمان هي رحى تظلها مستمرة بالضغط هذا تقريبا كمان خمس أيام وبعدين بدتنتهي عملية الضغوط على بيت السمعة ولكن ما زالت الأمور ضغطة على بيت السمعة فعشان هيك منقولكو شوي أنه بدكو تمسكوا حالكو من الانفعال والعصبية أو التأخر عن دوام أو إهمال دوام أو إهمال أعمالكم مواجهات مع زملائكو في العمل أو رؤسائكو في العمل بدكو تحذروا منها بالفترة هاي حاولوا أنكو تنجزوا الأعمال المطلوبة منكو وما تدخلوا بأي شيء مشبوه أو أي مخالفة قانونية ممكن أنها تشوه سمعتكو بالفترة الحالية أو القادمة أما بالنسبة لبيتك 11 فخفت الضغوط بالنسبة لبيت الأصدقاء أو بيت العلاقات فعشان هيك اليوم ممكن يكون فيه نوع من أنواع اللقاءة الاجتماعية أو الاتصالات الاجتماعية أو التواصل مع بعض الأشخاص مشورة معينة مثلا الوضع رح يكون إيجابي وداعم لكم بشكل كبير يعني بيت الأصدقاء شوي الأمور خفت عليه ولكن مش بالقوة اللي أنتو بترجوها يعني لسه فيه نوع من أنواع الضغوطات ولكن أنه تتجاوزوها ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة أو ودية أو لمعايدة أو عيادة مريضة أما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم ما فيه أي ضغط على بيت المتاعب بالعكس الأمور جيدة بتقدر تنجزوا كل الأعمال المطلوبة منكم بتقدروا تهتموا بصحتكم بشكل أوفى فيه طاقة كبيرة بتدعمكم لأنه بيت المتاعب يعني دخل فيه مرحلة إيجابية خصوصا اليوم وبكرة فعشان هيك بتلاقوا حالكو أنه فيه عندكو نفسية أحلى وعندكو قدرة على إيصال المعلومات بطريقة جيدة جدا ولكن عندك تحذر من البيت الثالث إنه في النقاشات راح تعصب قدير بالك من هاي الأمور برج الثور تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم وحاولوا أنه تقللوا من المصاريف والتوتر داخل المنزل القمر في البيت الرابع راح يظل لغاية ساعة الظهر بعد ساعة الظهر طبعا راح ينتقل للبيت الخامس بيت العاطفي والحضود بصير فيه قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظة سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات خلال هذا النهار خصوصا بعد الظهر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه اليوم نفسيتك شوي فيها طاقة إيجابية أكثر راح تتحرك هيكي بعنف وان فيه نوع من أنواع الحيوية راح تكون موجودة عندك فيه نظارة للبشرة يعني راح تكون زي محبوب جدا من الطرف الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فرح يكون فيه اليوم برضو نوع من أنواع الدعم المالي وخصوصا لغاية ساعات العصر بعد ساعة العصر ممكن تكثر عليك النفقات أو المصاريف أو يكون فيه نوع من أنواع الالتزام المالي حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك يعني ما تفتحها مرة واحد الأمور هيك فتروح إلى انتصار في فلوس كثير بالنسبة للبيت الثالث أنا شايف أنه اليوم برضو نفس الإشي الأمور راح تكون جيدة في التنقلات والاتصالات والامتحانات وخاصة استمراريتها راح تكون لغاية ساعات الظهر أما بعد ساعات الظهر بيجيك فترة فيها هيك خمس ساعات تقريبا بتصير فارغة تماما من الحضوض وبالعكس بيصير فيها نوع من أنواع الضغط العصبي ممكن تنرفز أو تعصب في النقاشات أو تحتد أو يطلع صوتك على شيء معين ممكن تنفعل اتجاه واحد من الإخوة أو تصرف أو تزعل منه حاول أنك تمسك أعصابك أو مع أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأمور ضغطة على البيت الرابع فعشان هيك يوم يقول لك أنه آخر يوم في البيت الرابع بعدين بدين تقل للبيت الخامس يعني بدو صير فيه جو رومانسي فالمشاكل اللي على مستوى البيت ممكن شوي تضغطك هيك تظلك أنت متنكد أو حاس بنوع من أنواع الضغط أو سوء التفاهم اللي صير فيه داخل البيت أو بعض الاهتمامات المنزلية اللي بتتطلب انتباهك أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فحكينا أنه جو رح يكون جميل جدا من ناحية عاطفية وخصوصا من بعد ساعات الظهر أما بالنسبة للبيت السادس بيت الصحة فشايف أنا الأمور إيجابية ولكن ممكن في ساعات العصر هيك تشعر ببعض التوعكات الصحية أو بعض الاترابات الصحية يعني بدك أنت ما تنتبه لها كثير يعني فترة عابرة بتكون ولكن برضو بدك تنتبه أنه ما يتراكم العمل عندك أو ما تعمل أي شيء يسبب لك نوع من أنواع التراخي بالعمل أو يراكم الأعمال عندك وما تقدر تنجز كثير من أعمالك خلال هذا النهار وفي منك راح يهتم بوضع صحي أو ممكن مراجع لطبيب أو يكون عنده صرف علاجات أو أدوية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور لا إيجابية ولا سلبية يعني الأمور فارغة تماما ما في حظ بدعم ولا في سلبية باتجاه هذا البيت فالأمر طبيعي جدا على حسب طبيعتكم أنت وإذا في مشاكل معناته في مشاكل إذا ما في مشاكل معناته الأمور بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضه فارغ من أي شيء له علاقة بالأموال المشتركة أو الأمور المالية المشتركة بينك وبين شركاء العاطفي والمال برضه في نوع من أنواع الفراغ هذا اليوم ولكن نقول لك أنه قلل من المصاري في قدر الإمكان بالنسبة للبيت التاسع برضه نفس الشيء فارغ ما في حظ معك ولا في نحوسة ضدك فعشان هيك اتعامل بطبيعتك إذا عندك امتحان حاول أنك أنت تستعد خصوصا للفترات الجامعية أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة ما زال ضاغط عليك ورح يضل ضاغط كمان لسه كمان أربع أيام يعني فحاول أن الفترة هاي أنك أنت ما تدخل بأي مجازفات أو مخالفات أو أي شيء ممكن يشوه سمعتك بالفترة هاي حاول تنجز الأعمال المتراكمة عندك ما تخلي الأعمال تتراكم كمان ما تتأخر عن دوامك ما تتغيب حاول أنك ما تدخل بمواجهات حادة مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل خلي فيه نوع من أنواع المودة وامسك أعصابك خلي الأيام هيتمضي على خير أما بالنسبة لبيتك 11 فهو قوي جدا جدا اليوم على مستوى العلاقات العامة فممكن يصير فيه نوع من أنواع الاتصالات أو التواصل مع أحد الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اجتماع أو مؤتمر وممكن يكون فيه نوع من أنواع التكريمات لا إلك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فبقول لك لسه ما زال ضاغط رغم أنه ضغطه أقل من الأيام الماضية ولكن فيه نوع من أنواع الضغط على بيت المتاعب عشان هيك مقول لك أنه راقب وضعك الصحي وراقب غذائك ممكن اللي بعانوا من أمراض قديمة أو مزمنة يشعروا ببعض التعب خلال هذا الأيام أو مناعتهم تكون قليلة شوي بدهم يتواقوا يحاولوا ينجزوا الأعمال ما يخلوها تتراكم عندهم ممكن يهتموا بعيادة مريض أو زيارة مريض في مستشفى أو أجرى عملية أو إلو وضع خاص وحاول أنك ما تكشف سرك لحدا لأنه في ناس ممكن بتتربص لك لأجل منظرتك حاول أنك تكون حذر برج الجوزاء لا غاية ساعات الظهر من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يركز جيدا ويجهز حاله على أساس أنه يضمن النجاح في هذا الامتحان أو هذه المقابلة أما في ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهكم أو الاهتمام بصحة أحد أفراد العائلة أو في مسألة عائلية بتطرق على الساحة بتطلب تدخلك أو نوع من أنواع الحلول وانت لازم تكون طرف في هذا الوضع أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أن الأمور إيجابية على المستوى النفسي لغاية ساعات ما بعد الظهر وبعدين بدخل وقت عندك أو تقريبا أربع ساعات بتحتد فيها أو بتعصب أو بتعكر مزاجك بدخل الطاقة السلبية بتسيطر عليك فحاول أنك ما تستسلم لها وحاول أنك أنت تتجاوز الفترة هاي بحكمتك ودهأك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أن الأمور يعني رح يكون فيه فرص لمكسب مالي من عمل إضافي أو بعض الحلول للأمور المالية لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ممكن تنضغط شوي في بعض المصاريف أو الالتزامات المالية أو ممكن حتى شراء النثريات بدك تدير بالك من صرف الأموال لأنه هاي الفترة فيه ناس رح تذهب للتسوق وتتفشش في شراء أشياء هي مش بحاجتها أما بالنسبة للبيت الثالث فزي ما حكيت لك في توقعات البداية يعني هي الأمور جيدة ولكن إذا عندك امتحان بدك تستعد بشكل جيد بيتك الرابع كما ذكرنا أنه رح يصير فيه نوع من أنواع الاهتمامات على المستوى المنزلي أو أحداث عائلية أما بالنسبة لبيتك الخامس فالأمور رح يكون فيها نوع من أنواع الإيجابية لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر ممكن يجيك فترة أربع ساعات هاي يتحتد فيها أو تعصب أو يتعكر مزاجك من تصرف أحد الأحباء وممكن بعضك يهتم بمشكلة لأحد أو ابنائهم يهتم فيها أو تأرقوا يحاول أنه يجدلها نوع من أنواع الحلول حاول أنك تمسك أعصابك مع الحبيب وما تتهور في خلق المشاكل يعني ما تخلي حساسيتك أو مزاجيتك تتغلب عليك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة برضو خلال هذا النهار على المستوى الصحي ولكن في ساعات العصر ممكن شوي هيك يصير فيه نوع من أنواع التوعق الصحي العابر يعني شعور بنقص المناعة فهيك زي رشح فلونزة مغس وجع بالمعد أعصاب شد عضل هاي أشياء كلها ممكن تتعرض لها خلال هذا النهار أو جزء منها فحاول أنه أنت يعني تواقي نفسك مش من المدة طويلة أو مرض عنيف يعني رح يصير ولكن هي تيجي لمدة أربع خمس ساعات وبعدين بتنتهي أما بالنسبة للبيت السابع فأمور الشراك المالي والعاطفي جيدة خلال هذا النهار ممكن أنه يصير فيه نوع من أنواع التواصل مع شريك المال أو شريك العاطفي وبيكون فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي ما بينكو ممكن تطرحوا فكرة جديدة أو تتناقشوا في مسألة معينة وتضعوا بعض الحلول أو الترتيبات للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف على أمور الأموال المشتركة ما بينك وبين الشركاء شايف أنه ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني على حسب طبيعتكم بتتعاملوا في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه فيه ضغوط على مستوى بيت السفر والتنقلات والاتصالات والامتحانات خصوصاً لبعيدة اللي عنده امتحان بده يكون مستعد بشكل جيد واللي عنده سفر بده يتفقد أوراقه ومقتنياته خوفاً من النسيان أو الضياع واللي بده يسوه سيارة على سفر بعيد يعني سفر من دولة لدولة بده ينتبه على الشوارع المفتوحة من السهو أو من العطال أو من بعض الأمور اللي تطلب منك الحذر يعني ما فيه داعي للمغامرات أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه بيت السمع اليوم أقل ضغط عليك يعني الأمور جيدة ولكن أنه برضه راعي اهتمام أنه لسه فيه شوية نحوسة موجودة في المكان فما تعمل أي شيء يشوه سمعتك ما تدخل بمجازفات أو مغامرات ممكن أنها تشوه سمعتك حاول أنك تداوم بالوقت المناسب ما تتأخر وما تغيب عن عملك حاول تنجز الفروض أو الأعمال المطلوبة منك حاول أنه أنت ما تنرفز أو تعصب أثناء حديثك مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور جيدة اليوم على مستوى العلاقات العامة ممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة ورح تكون مميز فيها وبالعكس ممكن تكون مبسوط أو سعيد لوجودك في هذا المكان حاول أنك تستغل هذا اليوم بشكل إيجابي لأنه ممكن تحصل على شيء ما كنت أنت متخيله بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما زال في نوع من أنواع الضغوط على بيت المتاعب فعشان هيك إنجز الأعمال المطلوبة منك ما تخليها تتراكم عليك حاول أنك تتراكم وضعك الصحي الأمور والواجبات المطلوبة منك ما تقصر بشيء ما تهم العمل معين حافظ على إنجازاتك ما تخليها إنها تشوه سمعت أعمالك هاي أو تروح إلا أنت مأجل عمل معين فيكون ضروري إنه يتسلم في نفس اليوم فأنت يصير فيه نوع من أنواع التعطيل ممكن تهتم بصحة أحد الأشخاص المقربين لإلك أو ممكن زيارة مستشفى أو دائرة قانونية برج السرطان طبعا القمر موجود في بيتكو الثاني بيت المال وبدو ينتقل من بيت المال البيت الثالث بيت التنقلات والاتصالات فعشان هيك لغاية ساعات الظهر بدكو تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة حاولوا إنكو تفوتروا أموركو أو تفوتروا التزاماتكو بالطريقة الصحيحة يعني رتب وضعك المالي أما من بعد ساعات الظهر تنشطوا بالسفر والاتصالات والتنقلات وبكونوا نوع من أنواع التواصل الإيجابي عندكو ولكن تكونوا تحذروا من العصبية أثناء النقاشات واللي عنده امتحان بده يستعد بشكل جيد وكونوا أكثر وعي على الطرقات أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أنه الأمور النفسية جيدة خلال هذا النهار بالعكس أنت مشحون بطاقة بتقدر تنجز كثير من الأعمال المكلمة لإلك لأنه عندك نفسية قوية جدا أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف الأمور ممتازة على مستوى البيت الثاني بتقدر تتحرك بأكثر من اتجاه لحصد المال ممكن من عمل إضافي ممكن هدية ممكن دعم ممكن مساعدة يعني فيه كثير من البوادر ولكن بحذرك من تقليل من المصاريف لأنه شوي أنت عندك قابلية لصرف الأموال بطريقة شوي ممكن ما تكون عقلانية بالنسبة لبيتك الثالث ذكرنا أنه بدك تنتبه من تنقلاتك وامتحاناتك ونقاشاتك من العصبية أما بالنسبة لبيت الرابع فأنا شايف أنه اليوم فيه حدث معين رح يصير بالبيت عندك رح يطلب اهتمامك بشكل وافي جدا وخصوصا أنه هذا الأمر رح يكون فيه نوع من أنواع الحدية أو التوتر أو العصبية بدك تمسك حالك ما تحاول أنك تعصب وما تحاول أنك تنفعل حاول أنك تجار الأمور بشكل عقلاني يعني بتطلب الشغلة نوع من أنواع الحكمة ممكن يكون فيه نقاش حد ما بينك وبين أحد الإخوة أو الجيران أو أحد أفراد المنزل أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه اليوم فيه نوع من أنواع الاهتمام بأحد الأبناء أو أحد الأحباء بطريقة معينة فيكون فيه نوع من أنواع الإرشاد أو نوع من أنواع تلبية الواجبات أو الحقوق الأبناء فعشان هيك اليوم فيه نوع للمتزوجين أنهم هذا الباب اللي رح يتوجهوا ليلو أما للي مش متزوجين فمن يقولهم أنه الأمور العاطفية أنتوا اللي بتتحكموا فيها على حسب مزاجك وعلى حسب طبيعتك ويعني إذا أنتوا جماعة نكديين يعني بتخلقوا مشاكل من تحت الأرض عادي جدا لأنه ما فيه أساسا لا إيجابية ولا ضغوط سلبية موجودة في البيت فعشان هيك أنا متطر أحكي الكلمة أما إذا كنتوا من الناس المريحين والمسالمين فهذا اليوم إيجابي جدا رح يكون مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بدك تتراقب وضع صحي وحاول أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك وما تخليها تتراكم يعني ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواعق أو الاهتمام الصحي أو مسألة طبية أو أمور إلها علاقة بأدوية أو أشياء من هذا القبيل أما وضع صحي ما رح يكون الأمر السلبي الكبير يعني اللي بيخوف أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه فيه ضغط ما بينك وبين الشريك شريك المال أو شريك العاطفة فالمتزوجين هم أكثر ناس بدهم ينتبهوا من هذا الضغط لأنه ممكن يخلق مشاكل ما بينك وبين بعض يعني بين المتزوجين أو بين شركاء المال أو يصير فيه نوع من أنواع الخلافات والحدية أو النقاشات اللي بتنترح وبالثور المشاكل من خلالها حاولوا تمسكوا عصابك وما تكبروا الأمور لحد ما تقدروا يعني لحد توصلوا له ما تقدروا أنكوا أنتوا تتفادوا بعدها العواقب أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه فيه بعض المسائلات ما بين الشركاء ماليا فممكن يكون فيه نوع من أنواع الضغط المالي خصوصا للأموال المشتركة أو بعض المسائلات أو المطالبات المالية يعني أنت اللي تكون مطالب بالمال فيتطلب منك توضيح أنه وين صرفت الأموال أو وين راحت فلوسك ممكن بعضك يفقد مقتنيات أو أموال أو يتعرض لسرقة يعني قلة موجودة في التوقع يعني نسبة قليلة جدا من برج السرطان ممكن يتعرضوا لهذا الإشي ولكن أنه بدهم يديروا بالهم منهم ما يكفلوا حدا ولا يضمنوا حدا بالفترة هاي لأنه إذا كفلتوا أو ضمنتوا اعرفوا أنه أنتوا ما راح حصلوا هاي الأموال أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم إيجابي على مستوى السفر والتنقلات والاتصالات بيدعمكم بشكل ممتاز جدا خصوصا اللي عندهم امتحانات جامعية واللي عندهم سفر بعيد برضو ممتاز جدا في ناس راح يكون عندها رغبة اليوم إما للسفر أو إنها تبلش تجهز حالها لأمور إلها علاقة بالسفر فهذا اليوم يعني بعطيهم دافع جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه بيت السمعة ما زال ضاغط فعشان هيك ما في ذاعي لمخالفة القوانين ولا المواجهات مع زملائك بالعمل ولا رؤسائك بالعمل وما تتأخر أو تتغيب عن عملك حاول تحافظ على سمعتك من التشويه أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم قوي جدا بالنسبة للاجتماعات أو الدعوات أو المناسبات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن اللقاء مع أصدقاء أو رفقة أصدقاء في مسألة معينة أو التناقش أو التفاوض ما بينكوا بين الأصدقاء لحل المشكل معينة يعني يا أنت بتساعدهم يا هم بساعدوك في حل مسألة معينة اليوم إيجابي على مستوى العلاقات العامة بدعمك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 12 يعني الأمور في بيت المتاعب ضغطة ولكن مش الضغط القوي ولكن أنه شوي بسبب لك نوع من أنواع الاضطراب بالمزاج بنوع من التقلب النفسي يعني زي اللي بعطيك نوع من أنواع الكسل ولكن أنه حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية جدا راقب وضعك الصحي حاول أنك أنت ما تتأخر بإنجاز الأعمال الضرورية ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع الترتيب لزيارة مريض في مستشفى أو اهتمام بصحة أحد المقربين برج الأسد يعني القمر موجود عند الأسد خلال هذا النهار بظل ساعات الظهر بعدين بنتقل من بيت الشخصية بنتقل لبيت المال يعني بالفترة الأولى اللي هي ما قبل ساعات الظهر بتكونوا نشطين بتقدروا تواصلوا بأعمال وتنجزوا أعمال خلال هذا النهار بتبادروا ممكن بعمل جديد أو ممكن فكرة جديدة ولكن فيه نوع من أنواع التقلب المزاجي عندكم خلال هذا النهار ما بين إيجابي وما بين سلبي أما في ساعات ما بعد الظهر بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنكم تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية احرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة حاولوا ما تدخلوا بمجازفات مالية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه الأمور إيجابية على مستوى الامتحانات على مستوى التنقلات على مستوى الاتصالات خلال هذا النهار بيكون في نشاط واضح تماما عندكم ولكن في مسألة رح تصير في ساعات العصر بتكون تنتبهوا من التهور أثناء القيادة بتكونوا أكثر وعي على الطرقات يعني خوفا من الحوادث أو العطال في السيارة خوفا من النقاشات وتحتد وتصير مشكلة بسبب العصبية وما تعتمدوا على الحظ أثناء الامتحانات أما بالنسبة للبيت الرابع في ساعات ما قبل الظهر ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام بشخص معين أو بأحد أفراد المنزل ممكن يكون صحيا أو أمر العلاقة بمشكلة معينة وأنت بتحاول أنك أنت تضع لها حلول أو مبررات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما بيكون خلال هذا النهار يعني لا في إيجابية ولا في سلبية يعني روتين على حسب الحياة اللي أنت معتاد عليها مع الحبيب بدون لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة بتكون خلال يعني لغاية ساعات العصر على مستوى العمل بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال وعلى مستوى الصحة بتقدروا تهتموا بصحتكوا بشكل جيد ولكن في ساعات العصر بدكوا تنتبهوا من أشياء طارئة من تواعكات طارئة ممكن تجيكوا ولكن أنه ما رح تستمر لفترة طويلة يعني بتشعر بالتواعك وبتمشي الأمور إلا اللي عندهم أمراض مزمنة فهم هذولا اللي بدهم ينتبهوا بشكل كبير صحيا لأنه ممكن يكون فيه تعب صحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا بيت الشراكي شايف اليوم إيجابي أكثر من يوم أمس واليوم اللي قبله فعشان هيك بصير فيه نوع من أنواع التوازن خصوصا للمتزوجين ما بينهم وبين علاقاتهم بصير فيه نوع من أنواع التواصل أو نوع من أنواع الاتفاق أو وضع خطة عمل للفترة القادمة على مستوى العمل أو خطة لإدارة مشاكل أو مسائل لإلها علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أن الأمور ضاغطة على الأمور المالية يعني ما زال فيه نوع من أنواع الضغط ولكن فيه بوادر انفراجات ممكن تصير خلال هذا النهار لدعم مالي أو لأمور إلها علاقة بالقروض أو مال يسترد من مؤسسات حكومية أو مؤسسات كبيرة بتكون بشكل إيجابي بالنسبة للكم يعني الدعم هذا ممكن يفرج عليكم شوي خصوصا ممكن دعم يجي من خلال شريك شريك عاطفي أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا بقول لك إذا عندك امتحان أو عندك سفر اليوم بدك تكون منتبه جيدا لأنه فيه علامة سلبية موجودة على هذا البيت فعشانيك اليوم ما بدك تعتمد على الحضوض نهائيا في الامتحانات الجامعية ولا في المناقشات ولا في الدراسة حتى واللي عنده سفر بده يكون جاهز ومستعد يحاول يتفقد أوراقه بشكل جيد يحاول أنه ما يعصب إذا كان عنده برضو تنقلات يتفقد تأشيرته موعد طيارته خوفا من أنه تروح عليه واللي عنده سفر على الطرق المفتوحة بده يكون أكثر وعي أثناء القيادي خوفا من الحوادث والأعطال بالسيارة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فما زال ضاغط برضو عليكم يعني ضايله تقريبا كمان أربع أيام غير اليوم هاد وبعدين الأمور بتفك على بيت السمعة يعني بتقدر أنك أنت تأمن أذية بيت السمعة أو الأذية اللي ممكن تيجي من خلال هذا البيت فعشان هيك بتكوا تراقبوا أعمالكو حولوا ما تتأخروا عن العمل ما تتغيبوا إنجزوا الأعمال المطلوبة منكو ما تدخلوا بنقاشات حادة مع زملائكو بالعمل أو رؤسائكو بالعمل وحاول برضو أنك أنت تمسك أعصابك أو تمسك نفسك من الأخطاء أو المغامرات أو المجازفات اللي ممكن يكون فيها نوع من أنواع تشويه السمعة أو خلق المشاكل القانونية أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف اليوم الحظ قوي جداً على مستوى الأصدقاء والعلاقات العامة فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو عزومة أو لقاء الأصدقاء يعني يوم إيجابي تقريباً في نشاط حافظ رح يكون ما بينك وبين علاقاتك أما بالنسبة لبيت المتاعب لغاية ساعات الظهر الأمور جيدة ما فيه أي شيء في بيت المتاعب ولكن بعد ساعات الظهر بدك تنتبه حاول أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك ما تخليها تتراكم راقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول أنك أنت ما تجهد نفسك زيادة وتخلد للراحة لأنه الوضع فيه نوع من أنواع الضغوط رح تكون على بيت المتاعب ممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لإلك وممكن يكون فيه إلك زيارة للمستشفى أو لبعضكم برج العذراء يعني التعب اللي بتشعروا فيه الكيومين تقريباً أو ثلاث أيام اللي هو الضغط الكبير اللي صار من تأثير وجود القمر في بيت المتاعب والبيت لـ 11 فعشان هيك اليوم شوي مع ساعات الظهر تقريباً هاي الأمور كلها بتبلش تفكفك شوي بتنشحنوا بنوع من أنواع الطاقة بعض التعب عندك أو تراجعوا الصحي هذا ببلش يزول يعني بصير فيه نوع من أنواع الإيجابية من بعد ساعات الظهر بتمتلقوا نشاط وحيوية بقلب بعض الخيارات والتوجهات عشان تناسب وضعك أو بما يناسب وضعك بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك إذا ركزت بشكل منيح أما بالنسبة لبيتك الثاني بيت المال فأنا شايف أنه شوي الأمور رح تكون إيجابية خلال هذا النهار خصوصاً لساعات الظهر ولكن من بعد ساعات الظهر بدك تنتبه أنه فيه نوع من أنواع الالتزامات أو المصاريف الزائدة أو المطالبات المالية أو الضغط المالي رح يصير عليكم في ساعات ما بعد الظهر وفي ساعات العصر حاولوا أن تقللوا من مصاريفكم وما تجسف وما تغامروا وحفظوا على أموالكم من الضياع أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه بصير فيه نوع من أنواع النشاط لكثير عندكم من ساعة إلى غاية ساعات الظهر فيه عندكم كثير من الأعمال اللي عندكم بتكن تنجزوها ولكن من بعد ساعات الظهر بصير فيه نوع من أنواع العصبية عندكم والتوتر وما تعتمدوا على الحظوظ إذا كان عندكم امتحان أو مقابلة بدك تكون مستعد بشكل جيد وامسك حالك من العصبية أما على المستوى البيت الرابع فأنا شايف أنه اليوم فيه ضغط كبير على مستوى البيت يعني فيه أشياء بتلفت انتباهك إلها علاقة في المسكن أو المنازل أو البيوت أو مشاكل داخلية عائلية بتلفت انتباهك بتطلب وجودك ولكن بدك تمسك حالك من العصبية والتوتر عشان ما تكبروا الأمور وتخليها تخرج عن إطارها الصحيح فبدك تمسك أعصابك خصوصا أثناء تعاملك مع أحد الوالدين أو الإخوة أو الجيران أما بالنسبة للبيت الخامس فهذا بدي أحذر منه بشكل قوي جدا لأنه اليوم أعلى يعني أعلى طاقة من السلبية موجودة في هذا البيت اللي هي ببيت العاطفي فأدير بالك من مشاكل تكبر ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أو في منكم ممكن يدخل بنقاشات حادة مع أحد أبناؤهم أو مشكلة بتتعلق في أحد أبناؤهم فيصلوا لمرحلة التوتر العالي جدا لدرجة أنه يفقد السيطرة على نفسه يحاولوا تمسكوا أعصابك وقدر الإمكان خلال هذا النهار مع الأحباء مع الأبناء وما في حضوض يعني ما تعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال مطلوبة منك تهتم اليوم بصحتك بشكل جيد ووضعك الصحي لا بأس فيه ولكن أنه بده بعض الرعاية فعشان هيك انجز الأعمال اللي بتقدر عليها اليوم لأنه اليوم إيجابي وممكن اليوم تبدأ في مشروع معين أو منك يقدم لعمل ويكون لصالحه وخصوصا بعد وصول القمر للعذراء يعني بعد ساعات الظهر أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف برضو على مستوى الشراكي ما زالت الأمور ضغطة عليكم فعشان هيك علاقتكم مع الشركاء فيها نوع من أنواع التوتر والسبب هو عصبيتك فحاول أنك أنت تمسك نفسك من العصبية عشان أنت تتجاوز المرحلة هاي ما تنتقد وما تدخل بمواجهات حاول تمسك أعصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أن الأمور على مستوى بيت الثامن برضو بتضغطك من ناحية المال في أخطاء مالية أو نوع من أنواع الفوترة أو بعض المطالبات المالية اللي رح تيجي من شريك عاطفي أو شريك مال أو المساءلات المالية فعشان هيك بدك تهتم بالنقاط هاي بطريقة عقلانية تحاول تفوتر الأمور وتحط المبررات الصحيحة ممكن يجيك لحظات هيك في نوع من أنواع أنك أنت ترتاح من هذا المسألة ولكن دير بالك أنه ما زال هذا البيت ضاغط على الأمور المالية المشتركة ممكن مطالبات قانونية لدى البعض مالية قانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو خالي تماما يعني لا حظ معاك ولا سلبية ضدك فعشان هيك حاول أنك ما تعتمد كثير يعني على الحضوظ إذا في عندك أي أمور العلاقة بالامتحانات تحديدا الجامعية بدك تكون مستعد بشكل جيد وإذا عندك مراسلات أو تواصل مع أشخاص أو تنقلات يعني خد جانب من الحذر بما أنه خالي تماما من الحظ في هذا البيت أما بالنسبة لبيت السمعة فما زال ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك ما في داعي للمجازفات والمغامرات أو التأخر بالأعمال أو تتغيب عن عملك أو تتأخر عن عملك أو المواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل حاول أنك ما تدخل بأي شيء بشوه السمعة يعني ما زال الضغط موجود ورح يستمر كمان لسه خمس أيام فبدكوا تكونوا حذرين أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه بيت العلاقات العامة اليوم قوية جدا علاقات الأصدقاء ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اجتماع أصدقاء أو لقاء أصدقاء أو خروجه مع أصدقاء فهذا البيت بعطي طاقة ممتازة جدا خصوصا على هذا المستوى وممكن اليوم يصير فيه انبساط من نوع آخر في التعامل بعلاقاتك العامة أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه ما زال في نوع من أنواع الضغط يعني ما بدنا نقول أنه قوي كثير ولكن أنه برضو بلفت الانتباه أنه أنت بدك تكون حذر من أنه الأعمال تتراكم عندك أو تهم الأعمالك أو بعض المسائلات القانونية يعني بمعنى آخر أنه يكون عليك قضية وانت مهمل فيها يعني واثق من نفسك أنه لا الأمور ماشي زي ما بدك لا بدك تهتم فيها على أساس أنه في الآخر ما يكون الأمر ضدك فعشانك بدك تنتبه لهاي الأمور ممكن أشخاص منك اليوم يقوم بزيارة لمستشفى أو لأشخاص بهموا مريضين أو يهتم بصحة أحد المقربين لا إله برج الميزان يعني بظل النشاط الإجتماعي هو اللي مسيطر عليكم لغاية ساعات الظهر وممكن لقاء أصدقاء أو اتصالات مع أصدقاء أو بعض اللقاءات العائلية أو الاجتماعية ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتكونوا تدخلوا فترة غير مريحة بلزمكم أكثر الانتباه أكثر لصحتكم ولا معنوياتكم أهم شنو بالفترة هاي لا توقع على عقد وما تحسم أمر فترة سلبية فارغة من الطاقة والحظ لأنه القمر بصير موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتكونوا حذرين خصوصا فترة ما بعد الظهر يعني هيك إحنا حكينا عن تقريبا البيت الـ 11 وبيتك الـ 12 فأما بالنسبة للبيت الأول يعني شوي في نوع من أنواع الطاقة راح تظلها دعمتكم بشكل إيجابي لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر شوي ممكن تدخلوا بنوع من أنواع التوتر العصبي أو النفسي ممكن يصير في حدث أو خبر معين ينكد عليكم فحاولوا قدر الإمكان ما تخلوا الطاقة السلبية إنها تسيطر عليكم أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أن الأمور في ساعات الظهر ممكن يجيكم بعض الدعم المالي أو المساعدات ممكن تهتموا بأمور مالية معينة أو بعض المصاريف أو الترتيبات المالية ولكن أنه بدكوا تنتبهوا ما بعد ساعات الظهر ممكن تزيد عليكم المصاريف أكثر فعشان هيك امسك حالك عن الصرف على أساس أنه ما تضيع فلوسك بأشياء ماء الهداعي أما بالنسبة للبيت الثالث بظل الأمور جيدة وفي تنقلاتك واتصالاتك وامتحاناتك لا غاية ساعات العصر ولكن بعد ساعات العصر بتدخلوا في جو مشحون مضغوط نفسيا وعصبيا فعشان هيك ممكن تثوروا أو تعصبوا على أتفهل أسباب حاول أنك تمسك أعصابك قدر الإمكان في فترة ما بعد العصر حاولوا ما تدخلوا بأي مجازفات لها علاقة بالقيادي أو حتى بالتهور بالكلام ممكن تتلفظوا بكلام يعني يكون سلبي شوي أما اللي عنده امتحان فبدو يدرس ويستعد بشكل جيد واللي عنده تنقلات كثيرة بدو ينتبه أثناء القيادي وبدو ينتبه من تعرض لإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالضغط الكامل باتجاه البيت فعشان هيك يعني أمور إلها علاقة بالبيت أو بصحة أحد أفراد البيت أو مشكلة منزلية معينة أو بعض التوترات على المستوى المنزلي ممكن شوي تقلقك في خلال هذا النهار حاولوا تمسكوا أعصابك وما تنجرفوا مع الأمور وتحتدوا وتعصبوا وتخلقوا مشاكل كبيرة ممكن تهتموا بصحة أحد الوالدين أو بمشكلة إلها علاقة بأخ أو جار أو أحد المقربين بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية اليوم جيدة الحضوض بتدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار ممكن تواصل مع الحبيب أو الاهتمام بمشاكل حبيب أو التواصل مع الحبيب على شيء جيد يعني في أشياء مناسبة وحلوة خلال هذا النهار عاطفيا ومن ناحية الحضوض ولكن ما تجربوا حظك المالي في خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على المستوى البيت السادس ضغطة على المستوى الصحي فعشان هيك يمنحذر أنه مناعتكم رح تكون قليلة خلال هذا النهار ديروا بالكم من أي توعكات صحية عابرة رشح مثل ونزا شغلات مثل هيك أو بعض التعب معدي أو ألم بالمعدي شغلات من هذا القبيل حاولوا تنجزوا أعمالكم ما تخلوها تتراكم عليكم وحاولوا أنه ما تتأخروا أو تتغيبوا عن عمالكم أما بالنسبة لبيتك السابع ما في أي شيء على مستوى بيت الشراكة يعني الأمور نقدر نحكي مستقرة شيئا ما يعني بتتعاملوا معها على حسب الطبيعة ما بينك وبين الشريك فيا إيجابي يا سلبي على حسب الطبيعة اللي أنتوا فيها أما بالنسبة للبيت الثامن نفس الشيء ما في لا إيجابية ولا سلبية فبتتعاملوا مع الأمور المارية المشتركة على حسب الطبيعة اللي أنتوا فيها أو على حسب الظرف اللي أنتوا عايشين فيه أما بالنسبة للبيت التاسع في فرص إيجابية على مستوى البيت التاسع ولكن أنا ما رح أذكرها رح ألغيها فعشان هيك بقول لكم اليوم اللي عنده امتحان بده يكون مستعد ودارس بشكل جيد اللي عنده سفر أو تنقلات يحاول أنه يعرف وقت الطيارة بالضبط ويكون في المطار بالوقت المناسب ما تحاولوا تغامروا وتندفعوا أثناء تنقلاتك وسفركوا وتغامروا هيك في الطرقات يعني بتكونوا حذرين ومنتبهين ما فيه إيش سلبي ولكن أنه بس للإحتياط أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف بيت السمعة ما زال ضاغط ورح يظل ضاغط كمان لسه كمان خمس أيام غير اليوم فعشان هيك منقول لك على بيت السمعة بدك تكون حذر جدا ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك ما تدخل بجدالات أو خلافات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل ما تتغيبوا أو تتأخروا عن دوامكم يعني إنجازاتكم القائمة من أعمال ما تحاولوا أن تخربوها خلال هذا النهار يعني خلي الأشياء اللي أنتو بتعملوا فيها بشكل روتيني أنو كملوها بدون تأخير أو تقاعص وما تعملوا أي شيء يشوه سمعتكم أما بالنسبة لبيتك 11 و12 فذكرناها ولكن بيتك 11 يعني الدعوات الإجتماعية واللقاءات الأصدقاء والشغلات هاي رح تظلها مستمرة معك طول النهار يعني رح يظل فيها إيجابية طول النهار فمنكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلي أو مناسبة ولقاءات سعيدة إن شاء الله وبيت المتاعب ذكرناه أنه لا توقع على عقد وما تحسم أمر فترة سلبية فارغة من الطاقة والحضوض برج العقرب حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل أما في ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة يعني القمر رح يتنقل ما بين بيتكم العاشر وبيتكم الإحد عشر يعني بيت السمعة وبيت العلاقات الوضع رح يكون إيجابي على مستوى البيت 11 بمعنى آخر أنه بعد الظهر رح تكون الأمور إيجابية ودعمة لإلك بشكل قوي جدا خصوصا لقاءة الأصدقاء ومشاركة في حفلة أو مناسبة أو دعوة أو يعني أشياء لا علاقة بالدعوات والمناسبات والحفلات أما لغاية ساعات الظهر أو طول النهار بيت السمعة بيحذركم من الضغط على السمعة وحافظوا على إنجازاتك القائمة في مجال العمل يعني ما تتأخر عن عملك ما تغيب عن عملك حاول ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل وحافظ على سمعتك من أي تشويه ما تدخل بأي مجازفات قانونية ولا أشياء مشبوهة أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أن الأمور خالية تماما خلال هذا النهار لا إيجابي ولا سلبي فأنت بطبيعتك راح تكون خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثاني في بعض الأمور ممكن اليوم تقلقك ماليا أو تهتم فيها ماليا في منكم ممكن يحصل على أموال إلها علاقة بالعمل الإضافي ولكن راقب مصاريفك ما في داعي لصرف الفلوس في مكان غير مناسب أما على بيت التنقلات بيت السفر للبيت الثالث فأقول لك أنا حاول أنك تهتم اليوم أكثر من الأيام اللي مضت على مستوى تنقلاتك واتصالاتك راعي وضعك أثناء التنقلات ودير بالك من أي مجازفات وحاول أن تنتبه من الإصابات في أماكن العمل إذا كنت على سفر أو إذا كنت بتشتغل في أي شيء بتطلب الحركة أو الدقة أو شغلات زي هيك أو ستات لبيوت بدهم ينتبهوا برضو من هاي الأمور أما على مستوى بيتك الرابع فأنا بشوف أنه الثالث والرابع لهم علاقة يعني الثالث العلاقة بالإخوة والجيران والرابع العلاقة بالبيت فعشان يقدير بالك من نوع من أنواع التوتر بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران وبيتك الرابع بلفت انتباهك بنوع اهتمام معين أو بتطلب وجودك أو حضورك أو بتطلب اهتمامك ممكن تدخل في حل مسألة معينة أو تهتم بصحة أحد الوالدين أو حل مشكلة ما بين الوالدين أو التواصل مع أحد الوالدين في مسألة معينة يعني رح يكون في أمر إيجابي في منكو ممكن يفكر في شراء منزل أو الترحال من بيت لبيت أو حتى أنه يرجع لبلده الأم إذا كان مسافر أما أو الحنين قبل أما والحنين أنه يحن يتذكر ذكريات العلاقة بوطنه أو ببيته أو بأهله أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أن الأمور ما زالت حادة على المستوى العاطفي وبعلاقتكم مع الحبايب فعشان هيك يحاولوا أنه إذا صار مشكلة مع أحد الأبناء ما تحتد كثير ما تعصب حاول تحلها بحكمة وإذا صار خلاف ما بينك وبين الحبيب امسك حالك عشان ما تطور الأمور وتكبرها وتصل لمرحلة أنك ما تقدرش تحلها يعني تصل ل مشكلة كبيرة أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم على المستوى الصحي ومستوى العمل بتقدروا تنجزوا كثير من أعمالك خلال هذا النهار ولكن في ساعات ما بعد الظهر لغاية ساعات المغرب بقولكوا ديروا بالك على صحتك وعلى أعمالك يعني ممكن يتراكم العمل عندك أو يصير في ضغط بالعمل وممكن يصير في نوع من أنواع التوعكات الصحية مثل شد عضل أو توتر عصبي أو شيء له علاقة بالعضلات تحديدا أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فالأمور إيجابية بتقدروا تتواصلوا اليوم مع شركائكم بالمال والعاطفة بشكل جيد جدا يعني في نوع من أنواع الطاقة بتدعمكم ممكن يصير في تواصل لا بأس فيه لحل بعض المشاكل ولكن دير بالك من بعض التوترات أو تقلبات المزاج اللي ممكن تصيبك أنت فتحتد على الشريك بطريقة غير مباشرة أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أن الأمور المالية المشتركة شوي بيكون في نوع من أنواع الاهتمام فيها يا قلق يا إما ترتيب يا مطالبات مالية في منكم ممكن يحصل على دعم مالي من شخص بعرفه أو من مؤسسة حكومية أو بنكية أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم يعني هو خالي تماما لا حظ لا إيجابي ولا سلبي ولكن بقول لك أنا أنه حاول أنه أنت ما تدخل كثير اليوم بالمغامرات خصوصا إذا كان عندك امتحان لا تعتمد على الحضوض يعني إذا تكون دارس ومستعد بشكل جيد امسك حالك من العصبية إذا عندك سفر أو طيارة مثلا حاول أنك تعرف موعدها بالضبط وتروح على موعدها للسفر ولكن دير بالك أثناء التنقلات خصوصا على الشوارع المفتوحة السفر بين المدن الكبيرة أو السفر بين ولايات أو السفر من بلد لبلد فبقول لك بدك تكون حذر أثناء التنقلات وإذا عندك ندوة أو مؤتمر اليوم بدك تكون مستعد بشكل جيد لأنه ممكن تتوتر البيت العاشر حكينا بيت السمعة في بداية التوقعات لأن القمر موجود فيها في بيتك العاشر وبيتك احداش أما بالنسبة لبيت المتاعب فيعني شوي بضغطك على مستوى الأعمال وبضغطك على مستوى الصحة وبسبب لك بعض يعني الإضطرابات الصحية فعشان هيك بدك تنجز الأعمال المطلوبة منك حاول أنك تراقب وضعك الصحي طعامك وحاول أنك تخلد للراحة ما تجهد حالك زيادة خلال هذا النهار برج القوس يعني القمر موجود في بيتك التاسع وبدو ينتقل على بيتك العاشر بيت السمعة فعشان هيك بنقول لك أنه اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم بدو يستعد بشكل جيد جدا يعني ما يعتمد على الحظوظ نهائيا لأنه في فترات رح يكون فيها خلوه ومسار فعشان هيك بدك تستعد بشكل ممتاز أما في ساعات ما بعد الظهر لما بنتقل القمر لبيت السمعة فهي الفترة بنقول لك يعني بدك تحافظ على سمعتك ومصالحكم الاجتماعية يوم مناسب لللي ببحث عن عمل ولكن ما رح يكون بالقوة الحظوظ اللي تدعمك على هذا الاتجاه بدك تتجنب الخلافات مع زملائك في العمل ورؤسائك في العمل وبدك تسعى لتلطيف الأجواء قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه خالي تماما من أي حظوظ موجودة بتدعمك على المستوى الشخصي والنفسي فعشان هيك طبيعتك هي اللي بتتغلب على هذا البيت أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه اليوم في عندك كثير من النفقات أو الالتزامات المالية أو الضغط المالي فعشان هيك بتطلب منك أنت تظلك تفوتر أمورك وتراتبها بطريقة صحيحة حاول أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان ما تدخل بمجازفات مالية على أساس أنه ما تخسر فلوسك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك كثير من الاتصالات والنشاطات والتحركات اللي رح تكون إيجابية واللي عنده امتحان اليوم رح ينجز بشكل جيد واللي عنده مقابلة رح يكون ممتاز وخصوصا على النقاشات السريعة وشغلات اللي مثل هيك والامتحانات اللي بتيجي ما قبل الثانوية العامة أما البيت التاسع هو امتحانات الجامعية أما بالنسبة للبيت الرابع ففي ضغط على مستوى الاهتمام بمشاكل منزلية أو عائلية أو أعطال منزلية أو مع أحد أفراد العيلة أب أم أخ جار ممكن أنه تتوتر شوي شوي تحدية تصير في النقاشات تهتم بمشكلة تحاول أنك أنت تصلحها أو ترتبها أو مصاريف منزلية داخلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما من ناحية العاطفة لا إيجابية ولا سلبية فأنت بتتعامل على طبيعتك خلال هذا النهار أو على حسب طبيعة العلاقة ما بينك وبين الحبيب في نوع من أنواع الاهتمام بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه الوضع إيجابي لغاية ساعات العصر يعني بدعمك على مستوى الصحة على مستوى الأعمال إنجاز الأعمال كلها إيجابية ولكن في ساعات العصر بدك تنتبه ممكن يتراكم العمل عندك وممكن تنضغط أنت حتى على مستوى الصحة فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة لبيت الشراكة المالية والعاطفية فأنا شايف أنه الأمور جيدة خلال هذا النهار لغاية ساعات العصر في نوع من أنواع التواصل والإيجابية في نوع من أنواع المحبة موجودة في اتفاقية ما بينك وبين الشريك ولكن في ساعات العصر ممكن تدخل بنقاش حاد هيك لساعات معينة يوترك أو يزعجك فعشان هيك حاول أنك تراقب حالك من أي توتر أو أي شيء ممكن أنه يزعجك أما على مستوى البيت الثامن يعني برضو الأمور المالية أنا شايف هي الضاغط أو هي اللي بتلفت انتباهك أمور فوترة أو أمور إلها علاقة بأقصاد بنكية أو التزامات مالية أو ديون أو شغلات من هذا القبيل قلل من مصاريفك قدر الإمكان البيت التاسع والبيت العاشر ذكرناهم في بداية التوقعات أول ما بلشنا في برجك بيتك 11 يعني شايف عن مستوى العلاقات العامة جيد جدا ممكن تتواصل اليوم مع الأصدقاء أو يكون لك كثير نشاطات عن مستوى العلاقات العامة والصداقات الجديدة يعني بيكون حيوي ومقبول وممكن تبدأ بإعلاقة جديدة أو صداقة جديدة يعني يكون فيه من أنواع الدعم بالنسبة لإلك فيها ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو حتى مناسب الطعام يعني أو لقاء ودي وفيه أشخاص رح يساعدوكم إن طلبتم المساعدة منهم في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال ضاغط فعشان هيك بدك تظلك تراخب وضعك الصحي وتوتراتك وغداءك وأكلك وشربك والأشياء اللي مثل هيك وممكن تهتم بصحة أحد المقربين لا إلك برج الجدي يعني القمر موجود في بيتك الثامن وبدو ينتقل على بيتك التاسع في ساعات الظهر فعشان هيك إلى غاية ساعات الظهر بظل اهتمامك في الأمور المالية وتفقد الحسابات والالتزامات المالية والنفقات والأشياء اللي هيك بدكو تحذروا أي خطوة مالية جديدة يعني ما قبل ساعات الظهر أما بعد خلو المسار ما ينتهي في ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في سفر أو اتصال بعيد أو تنقلات أو امتحانات بدكو تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء القيادة قيادة السيارة ما بين المدن واللي عنده سفر بد يكون جاهز ومستعد ويروح قابل موعد الطيارة يتفقد أوراقه وأغراضه وشنتته بلاء خوفا من النسيان أو فقدان بعض المقتنيات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور نفسية شوي مش مرتاحة يعني في نوع من أنواع التقلب النفسي موجود عندك تنضغط نفسيا تتوتر عادة من أي شيء من أي حدث لا تخلي الأمور النفسية تسيطر عليك خلال هذا النهار حاول أنك أنت تمسك حالك وإشحن حالك بطاقة إيجابية وإنبسط بالوضع اللي أنت فيه أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أن الأمور جيدة على مستوى المال في أخبار مطمئنة ممكن تجيك على مستوى المال اللي بيشتغلوا في العمل الإضافي ممكن يحصلوا على أموال خلال هذا النهار ممكن يجيكوا هدية أو تكريم أما بالنسبة لبيتك الثالث فعند الامتحانات اليوم أو التنقلات أو الاتصالات أو المقابلات وخصوصا الامتحانات اللي هي ما قبل الجامعية بتكونوا حذرين ومنتبهين وتعتمدوش على الحظوظ وفي تنقلاتك بتكونوا حذرين خوفا من الأعطال والحوادث يعني ما في داعي للمجازفات والمغامرات اتفقدوا سيارتك بشكل جيد حاول أنك أنت ما تكون عصبي أثناء النقاش يعني امسك حالك على أساس أنك توصل المعلومة الإيجابية في مكانها أما بالنسبة للبيت الرابع في نوع من أنواع الاهتمام رح يكون من الثالث والرابع يعني مع أحد الإخوة في البيت الثالث أو الجيران ولكن الرابع بدعم على مستوى البيت يعني مع أحد أفراد البيت رح تهتم فيه بشكل قوي أو في مسألة عائلية أو منزلية فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن بدك تدير بالك في ساعات العصر من التوتر أو الضغط أو مشكلة معينة تلفت الانتباه عندك فتسبب لك نوع من أنواع الاضطراب أو المشاكل امسك حالك حاول ما تفاقم الأمور ممكن تهتم بصحة أحد المقربين أو أحد أفراد البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه إيجابي على مستوى الحبيب أو مستوى أحد الأبناء رح تهتم فيه بشكل كبير اليوم ممكن تواصل لقاء ممكن حل مشكلة معينة أو نصيحة معينة رح تكون أنت موجود بجانبه بقوة علاقتك مع الحبيب على حسب طبيعة العلاقة هي بتكون مستمرة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه الأمور ضغطة رح تكون في ساعات العصر على المستوى العمل أنه ممكن يتراكم عندك العمل وممكن الضغط يكون ضغط صحي يعني بدك تراقب وضعك الصحي إذا شعرت بأي أعراض غير اعتيادية حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفي الأمور جيدة تقدر تحل كثير من الأمور خلال هذا النهار يعني وتتواصل مع الشريك بشكل جائية جدا ولكن في ساعات المغرب تقريبا ممكن أنك تتوتر وتعصب من مسألة معينة أو تحتد أو يصير في نوع من أنواع سوء التفاهم ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه الأمور خالية تماما لا في ضغط إيجابي ولا سلبي فالأمور على طبيعتها رح تتعامل فيها ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة لبيتك التاسع ذكرناه في بداية الحلقة بيت السمعة بدك تنتبه من أي شيء بشوه سمعتك حاول أنك تحافظ على إنجازاتك القائمة في مجال العمل ما تدخل بخلافات أو مناقشات أو مشاحنات ما بينك وبين زملائك بالعمل ورؤساك بالعمل حاول أنك ما تتغيب أو تتأخر عن أعمالك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم رح تنشط اجتماعيا بشكل كبير ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة وممكن اليوم تبدأ علاقة صداقة جديدة أو معرفة جديدة تدعم من موقفك وتساعدك في مسألة معينة يعني رح يكون فيه نوع من أنواع القوة والثقة في هذا البيت خصوصا على مستوى العلاقات العامة أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو ضاغط عشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي وغذائك وراحتك حاول أنك ما تغامر بأي شيء الأمور إن شاء الله أنها بتكون بالسليم ولكن بدك تأمن أنت الإرهاقات اللي ممكن تصير معك نتيجة الإجهد برج الدلو يعني القمر موجود مقابلكم مباشرة يعني في الأسد بدو ينتقل الآن على البيت الثامن وهو بيت المال المشترك أو الأموال المشتركة فعشان هيك إلى غاية ساعات الظهر بظل تركيزكم وإهتمامكم حول موضوع الشراكة المالية والعاطفية أهم إشي أنه ما تلزموا حالكم تجاه الطرف الآخر بأي شيء أنتم ما بتقدروا تحققوه أما في ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجز الواجبات بدقة حتى ولو كترت يعني حاول أنك أنت تنجز كل الأعمال المطلوبة منك حاول أنك تنفذ بعض الأمور بدون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية يعني ركز عن الأمور والأولويات المطلوبة منك وحاول أنك أنت تقلل من مصاريفك قدر الإمكان وترتب أمورك وفوترة أمورك المالية خصوصا الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه نفسيتك اليوم شيئا ما رح تكون أد أقوى من يوم أمس يعني فيه نوع من أنواع الطاقة بتدعمك نفسيا أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية بتأرقك بشكل كبير خلال هذا النهار فيه نوع من أنواع الاهتمام المالي برضو لسه بتحاول تجد بعض الحلول للأمور المالية أو الالتزامات المالية أو أمور الفوترة أو الضغط المالي اللي أنت بتتعرض له حاول أنك أنت ترتب الأمور بدون مصاريف وبدون عصبية يعني خلي نوع من أنواع الحكمة عندك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه الأمور خالية من الحضوض تماما خلال هذا النهار فعشانك ما تعتمد على الحضوض خصوصا اللي عندهم امتحانات في المرحلة الأساسية والثانوية ولكن أثناء التنقلات بدكوا تنتبهوا في ساعات العصر أثناء تنقلاتكم من الطيش أو من النسيان النسيان أو من الغفوة أو يعني ما في دعي للتهور أثناء القيادي خوفا من الحوادث أو الأعطال أو الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع اليوم بيصير في شيء على مستوى البيت بلفت الانتباه عندكم ممكن يصير في نقاش حاد ما بينك و بين أحد الأخوة أو أحد أفراد العائلة حاول أنك تمسك أعصابك أما بالنسبة للبيت الخامس بتهتم اليوم في أمر بيتعلق بأحد الأحبة أو أحد الأبناء ممكن أنه يكون مقرقك أو يعصبك فحاول أنك تحلوا بحكمة بدون عصبية وتهور ممكن تشتد العصبية هاي في ساعات العصر فعشان يك بدك تمسك أعصابك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على المستوى الصحي فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن فيه نوع من أنواع التواعوكات الصحية ممكن تصير في ساعات ما بعد العصر للمغرب ده انتبه أنه على أساس أنه ما تتفاقى من الأمور حاول أنك أنت تستريح انجز الأعمال المطلوبة منك حتى ولو كثرت خلال هذا النهار على أساس أنه أنت تقدر تريح حالك في الفترة القادمة بالنسبة لبيتك السابع وبيتك الثامن ذكرناها في بداية التوقع أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه الأمور يعني بدها نوع من أنواع الإهتمام إذا عندك سفر اليوم ما تعتمد على الحضوض بدك تكون قبل موعد الطيارة وبدك تنتبه أثناء التناقلات ما بين المدن الكبيري في القيادة واللي عنده امتحان بده يستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض قصوصا للي بقدمه امتحانات على مستوى الجامعة أما بالنسبة لبيت السمعة فما زال زال ضاغط عليك فعشان هيك بدك تنتبه عن من أي شيء بشوه سمعتك خلال هذا النهار حاول أنك أنت تنجز الأمور والأعمال المطلوبة منك بدون تأخير أو بدون تغيب عن مكان العمل وما تدخل بخلافات مع زملائك بالعمل ورؤاساك بالعمل وما تعمل أي شيء يشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه إيجابي وتجيد على مستوى العلاقات العامة اللي لحد الآن داعم بشكل إيجابي على مستوى العلاقات ممكن يساعدوك في مسألة معينة أو في أمور معينة وتكون لصالحك أما عن مستوى بيت المتاعب بدك تكون حذر جدا يعني ما زال بيت المتاعب ضاغط عليك على المستوى النفسي والصحي والجسدي وممكن أن تتراكم عندك الأعمال فعشان هيك بدك تراقب أمورك بشكل جيد إنجز الأعمال الضرورية والمطلوبة منك بشكل ممتاز بدون مغامرات وبدون تعب وإرهاقات برج الحوت يعني القمر معروف إنه في بيتك السادس وبدو ينتقل على بيتك السابع بيت الشراك المالي العاطفية يعني مقابلك تماما فعشان هيك اليومين المضو كان الأمر بيتركز على الوضع الصحي ووضع العمل والإرهاقات من وراء العمل أو الجهد اللي بتبذله من أجل العمل أو بصير الاهتمام على مستوى الشراك المالي العاطفية عشان هيك واصلوا عملكم السابق وانتبهوا لصحتكم لغاية ساعات الظهر يعني إنجزوا الأعمال المطلوبة منكم لغاية ساعات الظهر واهتموا بوضعكم الصحي ولكن ما بعد ساعات الظهر بصير تعزيز شراكتكم المالية والعاطفية بتتعزز الأمور وبترغبوا في تعزيزها كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم للشركاء بالعاطفية والمال حاذر من الخلافات ما تضخم الأمور وما تكبرها ما في أثناء النقاشات ما بينك وبين شريك المال وشريك العاطفية يعني هيك إحنا بنحكي عن البيت السادس والبيت السابع أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أنه ما زال فيه أمور ضاقطة على الأمور النفسية عشان هيك اليوم بختلف تماما عن أي يوم من الأيام اللي مضت أنه أنت ساعة مبسوط وساعة مش مبسوط ساعة مرتاح وساعة مضغوط يعني وفيه نوع من أنواع التقلبات الكثيرة رح تكون خلال هذا النهار يعني رح يكون ممتزج بشكل كبير بالتقلبات المزاجية عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية يعني فيه فرص بس مش لكل موليد برج الحوت فيه فرص مالية بتيجيهم بشكل قوي جدا فبتساعدهم وبتنشلهم خصوصا من عمل إضافي في منهم ممكن يجي هدية أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالأغلب بدي أقول أنه قللوا من مصاريفكم التزاماتكم خلال هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم فيه كثير من التحركات والاتصالات عند بعضكم ولكن في ساعات العصر بدكوا تنتبهوا أثناء التنقلات من الحوادث أو الإصابات أو التوتر أو الإنفعال والعصبية ما تحاولوا تنجروا في الثلاث أو أربع ساعات اللي هي من العصر للمغرب حول أي مشكلة حاولوا تتعاطوا مع الأمور بعقلانية أكثر ممكن يصير فيه نوع من أنواع الخلافات ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع يعني داعم هو بشكل جيد على مستوى بيت الرابع فيه نوع من أنواع الاهتمام بصحة أحد الوالدين أو المقربين فعشان هيك الأمور بتكون إيجابية على مستوى البيت ممكن أعطال أو مشتريات تصير للبيت خصوصا في ساعات العصر ممكن يكون الأمر فيه نوع من أنواع الحدية في التعامل في البيت أو العصبية على أحد أفراد المنزل بدكوا تمسكوا أعصابكم ما في داعي لأنكوا تفقدوا أعصابكم في التعامل معهم أما بالنسبة للبيت الخامس الأمور العاطفية جيدة جدا خلال هذا النهار تواصل مع الحبيب أو الأمور اللي إلها علاقة الاهتمام بصحة أو بمشكلة إلها علاقة بأحد الأبناء بتهتموا فيها بشكل واضح خلال هذا اليوم مع الحبيب الأمور جيدة جدا يعني نقدر نحكي روتينية ولكن فيها نوع من أنواع الإيجابية بطريقة التواصل أو التفاهم ما بينك وبينه أما بالنسبة لبيتك السادس والسابع يعني حكينا أنه الأمور اللي في بداية التوقعات للحوت يعني ذكرتها فننتقل للبيت الثامن بيت الثامن بيهتم بالأمور المالية المشتركة والأمور اللي إلها علاقة بالالتزامات بينجاز الواجبات بتنفيذ الأشياء اللي أنت حابب أنك تنجزها خلال هذا النهار يعني أمور إيجابية بتدعمك في ساعات الظهر بحل كثير من الأمور المالية المشتركة بتساعدك وبتنشي لك وممكن تجيك بوادر فرج أو معلومة لمساعدة لإلك بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو فارغ تماما لا حظ موجود ولا سلبية موجودة فعشان هيك إذا عندك امتحان جامعي بدك تكون مستعد بشكل جيد ودارس وإذا عندك تنقلات أو سفر اليوم بدك تجهز أوراقك وأمورك بشكل وافي وتستعد لسفرك بدون ما تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة لبيت السمعة فاليوم برجع بضغطك شوي على مستوى السمعة فعشان هيك لا تتأخر عن عملك ولا تتراخف إنجاز أعمالك حاول أنه أنت ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل وحافظ على إنجازاتك من أنه حدا يأخذها منك أو أنه تروح لشخص غيرك لأنه أنت متقاعس فعشان هيك حافظ على حالك حتى من تشويه السمعة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور ضغطة على مستوى العلاقات العامة فعشان هيك تدير بالك توترك أو عصبيتك هي اللي بتحد هذا البيت فعشان هيك بدك تنتبه من تصرفاتك مع شراكاك أو مع الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم على مستوى العلاقات العامة عشان ما تتفاقر من الأمور وصير فيه خلافات وتخسر بعض الأشخاص أما بالنسبة لبيت المتاعب فبقولك اليوم برضو ضغط على مستوى بيت المتاعب حاول تنجز الأعمال الضرورية وما تخلي أعمالك تتراكم وراقب وضعك الصحي غذائك وحاول أنك تأخذ قسط من الراحة لأنه بسوي نوع من أنواع البلبلات والقلق وممكن تهتم بصحة أحد المقربين لا إلك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء